حرصت دولة المصرية على الارتقاء بالمواطن المصري كذلك توفير كل سب الادعم داخل الأحياء المطورة مثل حي الأصمرات ويعد مجمع الخدمات المتكاملة التابع لوزارة تضامن الاجتماعي أحد أوجه التطوير الهامة المتواجدة بالحي مجمع الخدمات الاجتماعية بالأصمرات مجمع خدمي هدف منه خدمة أهالي منطقة الأصمرات واستضافتهم بمختلف المراكز المجمع بيتكون من ثلاث مراكز مركز استضافة وتوجيه المرأة وده بيقوم بورش توعية وإرشاد أسري لدعم المرأة في الحياة الأسرية وفي نفس الوقت استضافة المرأة لو في عندها أي مشكلات وملهاش أي مقوى وده بيتم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي دور هنا فيه ست غرف كل غرفة فيها يعني مستضفتين وهنا بيعودوا استضافة احنا هنا استضافة مش ملجأ أو مقوى احنا استضافة لفترة معينة طبقا للليحة اللي احنا وغدنا من وزارة التضامن بيشتغل معهم دعم نفسي واجتماعي بينزلوا الورش عندنا زي الخياطة والكروشي وفيه تعليم الكمبيوتر وفيه تجميل وعندنا غرفة برضو للأنشطة فيها بلايستيشن وفيها أنشطة بتتعامل العلاج بالفن ينقسم المجمع لثلاثة أقسام الأول مركز استضافة وتوجيه المرأة والقسم الثاني مركز استضافة الأشخاص ذوي الإعاقة أما القسم الثالث فهو مركز استضافة الأسر المنتجة كما يقدم المركز الدعم النفسي والاجتماعي للمرأة المعنفة ويساعد سيدات في تعلم العديد من الحرف اليدوية الطفلة بيجيلي هنا بنعمله اختبار زكاء وبنبتدي إن احنا بنحدد الحاجات اللي هو محتاجها أو الأقسام اللي هو محتاج يدخلها وبيبتدي إن احنا بندخله الأقسام يقايم في كل قسم حسب التوصية بتاعت اختبار الزكاء وبعد كده بيبتدي تساجل في جدول وبياخد جلسات دورية وبيتعمله تقييم مرحلي كل ثلاث شهور وبنبتدي إن نعرف إن الطفلة تقدم قد إيه ويتطور قد إيه وبيحصل على الخدمات المتكاملة هنا في المكان لحد ما بيحصل على كل حاجة ويبقى خلاص تمام بوصل كل حاجة هو محتاجة مجمع هنا بيقدم خدمات كتير جدا أنا شخصيا بيتقدم لي منها حوالي أربح خدمات خدت كرس خياطة عشان أقدر أن أنا أعمل شغلي ببيتي ودخل دخل لنفسي وساعدني أنا وولادي وفيه كمان قسم المرأة هنا الصراحة ساعدني جدا أن أنا إزاي أقدر أربيهم لأن أنا بطبيعتي إنسان عصبية جدا والمنطقة اللي الواحد نشأ فيها والظروف اللي احنا طلعنا فيها كانت بتكبرنا على حاجات ممكن تكون لا إرادية ويأتي الاهتمام بتطوير الإنسان ودعم الأسرى لأكثر احتياجا على رأس أولويات الدولة المصرية ضمن خطة الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة